أهلا بكم هذا الفيديو مخصص للرد على الأسئلة ومن لديه سؤال رجاء أن يضعه على آخر فيديو موجود على القناة بغض النظر عن موضوعه وننتقل للأسئلة مباشرة سؤال إذا كان عمر الزوجة عند تثبيت عقد الزواج في سوريا تحت السن القانوني والآن لديها طفلين وهي الآن في عمر 20 سنة هل يؤثر ذلك على لم الشمل؟ في الحقيقة هذا موضوع شائك نوعا ما فقد قضت المحكمة الإدارية في العاصمة برلين سابقا باستثناء زوجات اللاجئين اللواتي تزوجنا وهن قاصرات من لم الشمل العائلة وإمكانية اللحاق بأسواجهن هذا القرار صدر بالفعل في العام 2018 نتيجة طعن إحدى الزوجات عندما ردت القنصلية في تركيا طلبها بلم الشمل أو يعني ردت معاملة لم الشمل كاملة بسبب أنها كانت تحت السن القانوني عند إجراء الزواج إذن يعني وفقا لقرار محكمة فإن عمر الزوجة وقتها كان 15 عاما وهذا غير مقبول أبدا في ألمانيا ورغم أنها يعني لاحقا تجاوزت هذا السن إلا أنها رفضت القبول بعقد الزواج الذي تم تثبيته بتاريخ يعني بتاريخ تثبيته كانت الفتاة قاصر ما تزال المحكمة يعني أضافت أنه برغم أن زواج قانوني بحسب القوانين السورية لكن هذا غير معترف به لدى السلطات الألمانية واستندت في حكمها على قانون صدر في صيف العام 2017 في ألمانيا لمكافحة زواج الأطفال لا تعترف السلطات بمجره بالزواج إذا كان أحد الزوجين لم يبلغ السادسة عشرة من العمر عند عقد الزواج إذن إذا كانت قاصر فوق السادسة عشرة لا مشكلة أبدا لكن تحت السادسة عشرة هناك مشكلة كبيرة لكن المحكمة أشارت أيضا إلى أنه بإمكان الزوجة البالغة الآن لأنها أصبحت يعني بالغة من العمر تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر بغرض الزواج في ألمانيا وقد سهلوا قدومها وانتهت للقضية يعني وقتها لكن بالنسبة لك طالما أنها أصبحت فوق العشرين وطالما أن لديها أطفال فالمحكمة بهذه الحالة تعترف بهذا الزواج وينتهي الأمر فلا أعتقد أن هناك مشكلة في حالتها هذه طالما أنها تجوى السنة حاليا وهي فوق العشرين لكن من كانت قبل السادسة عشرة عند عقد زواجها فذلك يعني غير مقبول ولا يتم الموافقة يعني يعتبر هذا الزواج باطلا بتاريخه وبالتالي لا يمكن لما الشمال سؤال أنا أعيش في شمال الرين وأعمل بعقد ثابت متزوج وزوجتي تعمل أيضا ولدي طفلان وحصلنا منذ سنة تقريبا على الجنسية الألمانية والدة تعيش في سوريا أريد أن أحضرها زيارة إلى ألمانيا فقط فقط زيارة هي لا تريد البقاء في ألمانيا هل هناك إمكانية لذلكم هي الإشارات مع جزيل الشكر مقدمة نعم الزيارة ممكنة لكن كما أقول يعني دائما هناك كثير من الطلبات يعني بيني وبينك معظم الطلبات يتم ردها أحيانا لكن لمن حصل على الجنسية الألمانية على الأغلب أصبح لديه يعني option إضافي دعنا نقول أو يعني ميزة إضافية ممكن بموجبها أن يتم قبول طلب الزيارة لكن الفيصل في هذا الموضوع طالما أنها تأتي إلى ألمانيا زيارة يعني لا تريد البقاء يعني ليس موضوع أو فنامي أو ما شابه هو موضوع مجرد زيارة فما يفيدها هو إثبات ارتباطات ارتباطاتها في سوريا وبكل الأحوال الإجارات بسيطة جدا أنت تذهب إلى الأوسلندر بهوردي وتقوم بطلب أو إلى البلدية وتقوم بطلب دعوة وثم تقوم بعمل كفالة الآن كل دعوة مطلوب أن يعمل فيها كفالة للجنسية السورية يعني ومثيلاتها لذلك تقوم بتعبئة أوراق الدعوة وتقوم بعمل كفالة ثم ترسل لها وحجز للموعد للسفارة وبكل الأحوال في حال لا قدر الله تم رد هذا الطلب يمكنك أن ترسل لي على رسائل انستجرام أنا سأعطيك الطريقة الفعالة لاستئنافه يعني الطريقة المضمونة لاستئنافه ولكن بكل الأحوال لا أعتقد أنه سيتم رد طلبك يعني الزيارة يعطونها في حال وجود كفالة وفي حال يعني وجود ارتباطات كافية أو معقولة بالنسبة لها في البلد يعني الوضع لا يوحي بأنها تنوي عدم العودة سؤال أنا موجود باليونان وعطوني خارطية طرد أطلع خارج اليونان مدة 15 يوم إذا أتيت إلى ألمانيا هل يعتبر لدي بصمة يعني عند سؤالي من قبل ألمانيا ليش طلعت من اليونان عندي سبب مقنع أنهم ما استقبلوني وعطوني الطرد مع العلم عندي لم شمل وأنا أقلق جدا أخافي اعتبروها بصمة يونانية وتتأخر إجراءات لما الشمل مع العلم أنا سوري حسنا يعني هناك تشوش بسيط في طريقة التفكير الناس عموما بموضوع البصمة البصمة يعني بصمة السفارة بصمة الفيزا بصمة اللجوء بصمة الطرد بصمة الشرطة الألمانية عند ضبطك على الحدود كل هذه البصمات تدخل في بصمة ديبلين وتظهر عند تقديم اللجوء لكن ما يختلف فيها بعض الأمور الدقيقة على سبيل المثال في الأصل مجرد أي بصمة تثبت أنك دخلت إلى اليونان أو أي بلد أخرى تجعل ألمانيا لا تقبلك كلاجئ لأن قانون اللجوء يقول أن الدولة الأولى التي دخلها اللاجئ هي المسؤولة عن لجوء لكن في الواقع إذا أردت ألمانيا أن تتبع هذا النص بحرفيته معنى ذلك أنه تقريبا لا يأتي إليها أي لاجئ إلا إذا هبط بالبراشوت أو جاء بالطائرة لأنه لا يمكن القدوم إلى ألمانيا دون المرور ببلدان أوروبية أخرى يعني من يريد أن يحصل أن يقدم إلى ألمانيا بران عليه أن يأتي من إحدى دول الجوار لا يمكن أن يأتيها هكذا مباشرة بينما مثلا دول أخرى ممكن الوصول إليها دون المرور هي الدول على حدود أوروبا بينما ألمانيا هي في وسط أوروبا إذن ألمانيا تجاوزت كثيرا بهذا الموضوع لدرجة في 2015 اعتبروا كل من أتى بغض النظر عن مكان مروره هو مقبول لذلك ما يزال هذا التساهل موجود فيما يخص بعض البلدان ومنها اليونان يعني ما يزال موجود ويتم كسر هذه البصمات عموما يعني أو الدول يعني الضعيفة الدول الشرقية البلغارية أو غيرها التي لا تقبل لاجئين بالأصل لكن هل يعني ذلك أن الأمر مضمون بنسبة 100%؟ لا في الحقيقة هذه بصمة وتظهر ولديهم الحق يعني قانونا لديهم الحق لإعادتك لكن كثير من الناس الذين وصلوا بهذه الطريقة أو معظم الناس الذين وصلوا بهذه الطريقة تم قبولهم سؤال أخي عنده إعاقة عقلية ممكن يرفض طلب أو فنامي بروغرام إذا عرف وضعه الصحي وبعد انقضاء الخمس سنوات ممكن أن يحصل الشخص على مساعدة من الجوب سنتر أو السوسيال بسبب وضعه الصحي بالنسبة لمن لديه إعاقة عقلية فإن هذا ليس سببا لرفض طلب أو فنامي بروغرام لكن هذا سبب لرفع نسبة الكفالة المطلوبة يعني إذا كان بحاجة إلى رعاية صحية خاصة إذا كان بحاجة إلى تكاليف إضافية فهذا مبرر لهم ليرفعوا سقف الكفالة المطلوبة أو الدخل اللازم لمثل هذه الكفالة أما بعد انقضاء الخمس سنوات وقبل انقضاء الخمس سنوات كل إنسان بحاجة لمساعدة يمكنه أن يتقدم الحصول على المساعدة ولكن الفرق بينها أنه أثناء الخمس سنوات يتم العودة فيها على الكفيل أما إذا لم يكن يعني إذا عندما انتهاء الكفالة فلا يتم العودة على الكفيل بهذه المصاريف سؤال بالنسبة للي قدم إلى فرنسا فيزا سياحية ويريد تقديم لجوء في ألمانيا هل يقدم لجوء بمجرد دخوله ألمانيا أم ينتظر ستة أشهر بعد انتهاء تشهر في فرنسا هذا الموضوع كما قلت تحدثت فيه كثيرا وعندما أجد أن الأسئلة ما تزال تأتي فيه فأنا أحب كل مدة أن ألفت النظارة إليه طالما أن فيزته فرنسية فإن تقديمه اللجوء في ألمانيا غير مقبول إلا بعد ثمانية عشر شهرا كاملة هذه المدة هي التي يتم كسر الفيزا فيها لكن مدة الستة أشهر ممكن أن تكسر بصمة فيها وممكن أن لا تكسر هذه المدة ليست مضمونة أبدا خاصة للدول المعتبرة مثل فرنسا مثل هولندا مثل هذه الدول بينما مثلا عندما يأتي من دول شرقية فعلا أغلب بمهلة الستة أشهر يتم تجاوز البصمة بهذه المهلة والسبب أنهم عندما يرسلونهم بما يخص هذا الشخص فالدول الشرقية لا ترد بينما الدول الغربية ترد وتقول فإذا خاطبوا فرنسا وقبلت أن تنظر بملف اللجوء فعندها ألمانيا مضطرة لترحيله لكن بالنسبة لستة أشهر التي أقرت المحكمة منذ مدة صدر حكم في ألمانيا من المحكمة تقول أنه إذا بقي ستة أشهر لم يتم تنفيذ الترحيل عندما ينظر بطلب لجوءه لديهم يعني إذا حصل على قرار ترحيل وخلال ستة أشهر لم يستطيعوا ترحيله هنا يمكنهم النظر بقضيته هذه ستة أشهر يعني بعض الناس تستطيع أن تتجاوزها بعد صدور قرار الترحيل لكن كما قلت المدة المضمونة هي لست هذه سؤال إذا حصلت على فيزا دراسة إلى ألمانيا وكفلني شخص ما دون حساب بنك هل يمكنني بعد إنهااء دراستي وتحويل إقامتي إلى إقامة عمل هل تسقط كفالة الشخص أنا أقول دائما وأردد الكفالة لا تسقط الكفالة لا تسقط إذا حصلت على عمل فأنت تعيش من عملك وكأنه لا يوجد كفالة ولكن إذا في يوم من الأيام طلبت مساعدات يفتحون السجلات يجدون كفيل خلال مدة الخمس سنوات يعودون على الكفيل إذن تحويل إقامتك إلى إقامة عمل يمكنك أن تحولها إلى إقامة عمل يمكنك أن تعمل بالإقامة التي أتيت بها إقامة الكفالة أو الأوفنامة يمكنك أن تفعل ما تشاء ولكن الكفيل يبقى في الظل متى يظهر الكفيل؟ يظهر عندما تطلب مساعدات من الدولة سواء كنت تعمل أو لا تعمل أو مهما كان نوع إقامتك فالكفالة لا تسقط أبدا لا تسقط إلا بعد مرور الخمس سنوات أو موت الكفيل لا سمح الله سؤال إذا المكفول السوري ممع جواز سفر لحتى يقدم صورة عنه في حل إن شاء الله بديل؟ نعم في الحقيقة هناك مشكلة حاليا يعاني منها السوريون عموما وهو مشكلة تأخر إصدار جواز السفر أو صعوبة الحصول عليه إلى آخره وأنا أعتقد أن الموضوع لا يمكن حله بهذه البساطة كيف تنجز المعاملة دون جواز السفر؟ لابد من الحصول على جواز السفر ولكن إذا كانت تأخر هذا الموضوع فيمكن تقديم الأوراق بصورة جواز قديم أو حتى بدون صورة جواز سفر بالمعلومات فقط ولكن خلال فترة الدراسة يجب عليك أن تنجز ذلك يعني إذا قدمت الأوراق بصورة جواز سفر قديم فسيستمر فترة دراستها أو لا يبدأون بدراستها قبل ثلاثة أشهر تقريبا بسبب الضغط في هذه الفترة يمكنك أن تستخرج جواز سفر جديد ثم ترسل لهم صورته تقول لهم هذه صورة الجواز السفر الجديد للشخص المطلوب إحضاره إلى ألمانيا في هذه الحالة لا مشكلة وأحيانا هم حتى عندما يفتحون الأوراق ويجرون مثلا أن الجواز منتهي مدة صلاحيته يرسلون لك يجب تجديد هذا الجواز مثلا فهذا موضوع يحل بهذه الطريقة ولكن من طبيعة الحال يعني كيف يريد أن يسافر دون جواز سفر سؤال سجلت على فحص بي آينز وبسبب أني كنت مريض لم أذهب إلى الامتحان وأتصل عليهم قبل بيوم من موعد الامتحان وقلت لهم أني لا أستطيع القدوم وبعثها لي رسالة رسوم الامتحان ولازم أدفع مع العلم أني عندي مرضية ما الحل برأيك؟ الحل برأيي عندما تسجل على الامتحان تحصل على توقع على ورقة هذه الورقة فيها بعض التعليمات وأيضا أو يرسلونها إليك بالإيميل يرسلون لك تعليمات هذه التعليمات تقول أنه يمكنك أن تعتذر عن الامتحان قبل 15 يوما أو يعني لا أذكر تماما لكن ممكن أن تختلف من مدرسة لأخرى هذه التعليمات لكن تقريبا يقولون لك يمكنك أن تعتذر قبل 15 يوما بدون أي تكاليف ويمكنك أن تعتذر قبل أي يوم أو يومين تدفع نسبة ويخصمون منك نسبة وفي اليوم الأخير أعتقد أنك ملزم بدفع كامل المبلغ وهذا كله يكون وارد في الورقة التي وقعتها أو إيميل تأكيد الموعد تقرأه بدقة تجد فيه كل هذه التفاصيل نكتفي بهذا القدر دمتم بخير نعم نعم